بسم الله الرحمن الرحيم استكمالاً لمراجعات مادة التاريخ سنوية عامة إن شاء الله نكمل مع بعض مجموعة من الأسئلة على نظام الحديث وطبعاً الإجابات زي ما احنا شايفينها قدامنا باللون الأحمر دورنا إحنا إن شاء الله تعليق على الإجابات يعني هنقول سبب الاختيارات إيه أو سبب الإجابات إيه وده هو الأهم هنبدأ بالسؤال الأول والسؤال بيقول موقف فرنسا من مصطفى كامل يتطابق مع موقفها من مين؟ محمد علي ولا نابليون ولا سعيد ولا الخديوي إسماعيل الإجابة طبعاً محمد علي لأنه زي ما احنا شفنا في الفصل الثاني فرنسا واقفت مع محمد علي لما تم فرض تسويت لندن عليه ثم تخلت عنه طبعاً ونفس الشيء فعلته مع مصطفى كامل وتخلت إيه عنه بعدما عقدت الوفاق الودي مع إنجلترا عام 1904 السؤال رقم 17 بيقول حدث انهيار في الجوانب الاقتصادية في مصر بسبب قانون التصفية ولا جمع الضراء ولا فرمان أغسطس 1879 ولا قانون المقابلة طبعاً الإجابة هتكون قانون التصفية اللي كان بينص على وضع أملاك الخديوي وغسرته تحت إدارة دولية وكمال مصر بتعيش بنص إرادتها وطبعاً ضحرم المصريين من صمر الجهدهم وكان سبب من أسباب قيام الثورة العربية السؤال رقم 18 بيقول يختلف أو يختلفان فرمان أغسطس 1879 وفرمان 1872 مالياً ولا ثقافياً ولا عسكرياً ولا اجتماعياً الإجابة طبعاً مالياً زي ما احنا شايفينه الإجابة قدامنا باللون الأحب فرمان أغسطس 1879 كان من أحد نصوصه عدم عقد أي كروض إلا لتسوية القائمة يعني ما يعقدش أي كروض جديد إنما فرمان 1872 ينص على أن يستادين الخديوي من غير إذن السلطان العثماني أن يعتبر الفرمان العكس بعد تماماً مالياً سؤال رقم 19 بيقول العامل المشترك في إصدار وإلغاء قانون المقابلة زيادة الديون ولا التدخل الأجنبي ولا تراهر الزراع ولا زيادة مكانة الأعيام طبعاً الإجابة هتبقى زيادة الديون طيب التعليق على الإجابة احنا عارفين إن صدر القانون لأن كان فيه أزمة مالية في مصر والدولة كانت محتاجة إنها تجمع إيه؟ تجمع أموال وبرضو ألغي القانون بنفس السبب عشان يجمعوا تاني أموال من الفلاحين بسبب الأزمة المالية السؤال رقم 20 بيقول حصلت المراقبة السنائية على امتيازات أكتر في عهد مين؟ رياض ولا شريف ولا نبار ولا إسماعيل الإجابة طبعاً رياض ليه؟ لأنه منحة كثير من الامتيازات في عصره إيه هي الامتيازات اللي منحة لهم؟ خلى رأيهم نافذ وخلى نفوذهم أعلى من نفوذ الوزراء المصريين خلى من حقهم للطلاع على الميزانية وخلى كمان من حقهم حضور اجتماعات مجلس الوزراء السؤال رقم 21 بيقول ارتبط تظاهر الصناعة المصرية زمن الاحتلال بإهمال إيه؟ إهمال الزراعة ولا إهمال الإدارة ولا إهمال التعليم ولا إهمال التجارة طبعاً الإجابة رقم جيم التعليم ليه؟ لأنه بند أو في نقطة من أسباب تظاهر الصناعة إهمال التعليم الصناعة السؤال رقم 22 بيقول عانت الصناعة المصرية من قسرة الضرائب في عهد أو في فترة حكم مين؟ توفيق ولا إسماعيل ولا سعيد ولا محمد علم طبعاً إجابة زي ما احنا يعرفين توفيق ليه؟ لأن الحكومة وضعت الصناعة في منافسة غير متكافأة إزاي؟ فرضت عليها 8% على المنسجات وفرضت 21% على الصادرات وكمان فرضت ضريبة على السكر المحلي وفرضت ضريبة على المواد الخام والآلات المستوردة السؤال رقم 23 بيقول أول من أدرك خطورة التظاهر في التعليم الصناعي كان مصطفى كامل ولا محمد فريد ولا سعيد ولا أحمد عرب السؤال ده جميل جداً وعايز تفكير الإجابة طبعاً مصطفى كامل لكن التعليق على الإجابة ليه مصطفى كامل؟ طبعاً مصطفى كامل أصدر أو طبعاً صدر أول إدارة للتعليم الفني عام 1907 في التوقيت ده طبعاً مصطفى كامل كان لسه موجود بيقود الحركة الوطنية وتوفى عام 1908 إذن كان في عهد مصطفى كامل لما كان بيقود الحركة الوطنية السؤال رقم 24 السؤال بيقول كانت الديون مجرد حجة وهي للتدخل الأجنبي في شؤون مصر وخير دليل على ذلك توقيت المطالبة بالسداد الممطلة في حل المشكلة سرعة المطالبة بيئة السداد رفض التفاوض بشأن الديون الإجابة طبعاً هي توقيت المطالبة بيئة السداد ليه بقى؟ لأن نفس العام اللي هو عام 1875 اللي هزمت فيه مصر فيه الحبشة هو نفس العام اللي بدأ التدخل الأجنبي فيه في شؤون مصر بحجة الديون السؤال رقم 25 السؤال بيقول تشابهة المراقبة السنائية مع إيه؟ مع لجنة التحقيق العليا ولا صندوق الدين ولا المجلس الأعلى للمالية ولا باع سكيل؟ الإجابة طبعاً هتبقى لجنة التحقيق العليا لأن المراقبة السنائية ولجنة التحقيق العليا اللي اتنين اشتركوا في حاجة واحدة وهي حكم فيها الاطلاع على الميزانية إرادات ومصرفات ترجمة نانسي قنقر